وأهل المزيد من المتابعة معنا من أمام ميناء أبو سنبل مرسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين باسم بعد التحية ضعنا في تفاصيل الصورة لديك تحياتي لك هنا من أمام مرفأ أبو سنبل للنقلة النارية وفي الخلفية كما تظهر العبارة الخاصة بمجلس مدينة أبو سنبل والتي تعمل على قدم وساق وعلى مدى الساعة وعلى مدار كافة الأيام وكما ذكرنا حتى في أيام العطلات لنقل الوافدين من دولة السودان الشقيق القادمين من معبر قسطل البرية تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية استقبال الوافدين وتيسير سبل الاستقبال لهم في جمهورية مصر العربية وذلك تنفيزا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في المعابر البرية كما ذكرنا في أرقين وقسطل أو بالموقف البرية في كاركر وفي هذا الشأن أشار اللواء أشرف عطية محافظة أسوان إلى أنه تم رفع كفاءة مدخل ميناء قسطل البري وتنفيذ أعمال النظافة العامة وصيانة لدورات المياه هناك وأيضا تم إجراء أعمال الصيانة بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الهلال الأحمر بهدف تهيئة الأجواء المناسبة للوافدين من السودان لسيما في ظل تقديم أوجه الدعم المختلفة اللوجستية والصحية والتموينية وغيرها لتخفيف المعاناة عنهم وسط تلاحهم بين جهات الدولة المعنية شكرا أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين من أمام ميناء أبو السمبل كنت معنا من هناك